حياكم الله من جديد مرشانين كرام وإلى أولى فقرات هذه الأمسية حيث طبعا مع مطلع شهر يوليو الحالي بدأت إدارات المرور على مستوى الدولة بدأت تطبيق التعديلات الجديدة لإجراءات الضبط المروري التي تشدد الغرامات والنقاط السوداء على المخالفات الخاطرة وذلك من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي والذي يحرص بوضع قواعد وإجراءات الضبط المروري من أجل تطوير منظومة السلامة المرورية نتعرف مشاهدين كرام على تفاصيل أكثر عن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور مع ضيفي هنا في الستوديو سعادة الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري في شرطة الشارقة أهلا وسهلا بك الله يسلم تحييتي حقيقة موضوع اللائحة الجديدة والتعديلات الجديدة التي حدثت هو الحديث الذي يدور بين جميع السائقين في هذه الفترة يريد لو تنورنا باللائحة ساعة تراتي المفضل في بداية أمر نحب نشكر قناة الشارقة الفضائية على استضافتنا لهذا ولتوضيحنا للائحة الجديدة لقانون السير والمرور بالنسبة لقرار الوزاري 177 بشأن اللائحة التنفيذية والقرار الوزاري ب178 بشأن قواعد الضبط المروري التي تكون موجودة تم تعديلها لقانون السير والمرور التي تم مع مطلع بداية شهر 7-1-7 بداية التطبيق عليها على مستوى إمارة الدولة نفس ما نعرف نحن من استراتيجية وزارة الداخلية عندنا استراتيجية معينة موجودة على جميع إمارات الدولة السبع التي جعل الطرق أكثر أماناً فبالتالي لا بد من إجراءات الضبط المروري تكون موحدة على جميع إمارات الدولة لكي نعمل على تخفيف أعداد الحوادث المرورية أعداد الإصابات من الجراء الحوادث المرورية وأيضاً تقليل أعداد الوفيات لأنها تكون كلها تحت منظومة وتحت استراتيجية واحدة فبالتالي ننظر للأسباب التي تؤدي إلى هذه الأشياء فبالتالي قمنا على تعديل لوائح الضبط المروري لكي نقلل من أعداد الحوادث لكي نقلل من الوفيات التي تكون موجودة على امتداد الشوارع المجلس المروري الاتحادي برئاسة اللواء محمد سيف الزفين ومدراء إدارات المرور اجتمعوا ونظروا في الأشياء التي تكون موجودة من المسببات التي تكون موجودة على مستوى إمارة الدولة كلها ومن نظر هذا تم وضع قواعد والإجراءات الضبط ورفعها إلى وزارة الداخلية فبالتالي تم إجراء وضع اللائحة الجديدة لقانون السير والمرور واللائحة قانون السير والمرور بعض الأشخاص ينظر لها أنها عبارة عن مبالغ هي ليست عبارة عن مبالغ وإنما هي عن حماية نحن نقول لك حماية فبالتالي ننصح بعض الأشياء ننصح بعض السائقين أيضا بعض الأشخاص الذين يقولنا بالنسبة للرادارات بالنسبة للأشياء تم تنزيل بعض المخالفات تم رفع سقفها وبالتالي بعض المخالفات تم تنزيلها وبعضها تكون موجودة للحماية لكل الحماية نحن نتفقين نحن نتفقين أن هذه التعديلات هي لحماية السائق وليس لا لعقابه وردعه ولا لسلب أمواله نحن نتفقين عليها جزاكم الله خير نبدأ واحدة واحدة إذا سمحت لي خلينا نتكلم على التعديلات الجديدة هل التعديلات الجديدة دخلت في الأسس في أسس المخالفات القديمة أم هناك إضافات؟ هي تم تعديل بعض المخالفات تم تعديل بعض المخالفات وإضافة بعض المخالفات التي تكون موجودة ما كانت موجودة في السابق فبالتالي مثل مثلا نقول بالنسبة لنا نقدم إن شاء الله على موسم المدارس في بداية شهر سبتمبر فبالتالي وضعنا لحماية أبنائنا بالنسبة للحافلات المدرسية التي تكون موجودة بالنسبة لسائق الحافلة يجب عليه الوقوف الأماكن المسموحة له بالوقوف ورفع الذراع الخاص موجود في الحافلات الذي هو ذراع موجود فيه الذراع قف فبالتالي النظر للطريق ومن ثم التأكد قبل فتح الباب إذا ما رفع الذراع وما تأكد له مخالفة لأنه يجب عليه حماية أول شيء الطلبة التي موجودة هذه أنا أبصم عليها حقيقة نعم بالنسبة لقائدي المركبات أيضا يجب عليه ترك مسافة كافية بين الباص الحافلة التي تكون موجودة وأيضا بين مركبتها مسافة خمسة متر سواء من الخلف أو من الأمام سواء شارع نحن نقول ذوحارتين أو ذوحارة واحدة فبالتالي يجب عليه الوقوف التام خمسة متر وترك المسافة كافية لغاية عبور أو للطلبة بالنسبة أيضا بعض المخالفات التي تكون موجودة بعض المخالفات بالنسبة لقائدي الشاحنات نعم نفس ما نقول نحن نرى الكل يقول قائدي الشاحنات متهورين بعض قائدي الشاحنات لا مباليين بعض قائدي الشاحنات يكون في الأعلى يعني ما ينظر للأسفل تكون بعض الحواتف التي تكون موجودة نحن عندنا بالنسبة لفرع الإحصان يكون موجود الحصان المروري نرصد بعض المخالفات المرورية التي تكون موجودة بشكل كبير فبالتالي بعض المخالفات تم تجديدها مثلا ممنوع التجاوز فيه بالنسبة لقائد الشحنات قطع الإشارة الحمراء التسبب في حادث يؤدي إلى الوفاء غرامة 3000 درهم وسحب الرخصة لمدة سنة كاملة هذا إذا تسبب في حادث يؤدي الوفاء نعم قطع الإشارة قطع الإشارة الحمراء بالنسبة للمركبات الثقيلة أيضا بالنسبة لكراسي الأطفال نتحدث عن هذه نحن نطبقها مع مجلس الشارقة مجلس الشارقة نطبقها من سنوات ولازمنا نطبقها ونركز عليها وننصح فيها فبالتالي لكراسي الأطفال وضعت مخالفة يجب وضع كراسي الأطفال بالنسبة للأطفال الرضع الرضع لأقل نحن نقول اللي تحت من أربع سنوات وأقل فبالتالي يجب وضع كراسي الأطفال في المقاعد الخلفية وتنبيه عليهم وتم عمل حملة مرورية توعوية تعريفية لأولياء الأمور بشكل مكثف في إمارة الشارقة ونشكر فيها مجلس الشارقة المجلس الأسري في الشارقة مجلس الأسرة في الشارقة اللي تم مساعدتنا في هذه الأشياء وأيضا مخالفة أخرى بعض الناس نقول نحن كأولية أمور ننظر بالنسبة لأبناء أقل من عشر سنوات اللي ما يتجاوز طوله تحت الـ 145 سنتيمتر أوضعه في المقعد الأمامي فباللاحظة نحن الطفل يقف ويتحرك فبالتالي يشتت انتباه الساق أيضا فرضنا عليه غرامة مرورية أيضا بالنسبة لحزام الأمان حزام الأمان من أهم عناصر السلامة المرورية في المركبة أهم عنصر من العناصر في السابق كان حزام الأمان بالنسبة للسائق حاليا بالنسبة للسائق وتفرض عليه غرامة مرورية قيمة 400 درهم وأيضا تفرض عليه غرامة نقاط مرورية نحن لا نسميه النقاط السوداء نسميه نقاط مرورية النقاط المرورية تفرض عليه أيضا بالنسبة لقائد المركبة أما للشخص المرافق والمرافقين الخلفيين تفرض عليه غرامة فقط من غير النقاط كيف سويته والله نعم يعني تم توضيحها بالنسبة للغرامات التي تكون موجودة بالنسبة للطيش والتهور بعض الأشخاص يقول لي الضجيج الطيش والتهور تكثر عندنا الظاهرات هذه في الفترة الصيفية تسبب شخص حصل على رخصة قيادة شاب توا مقبل على بداية العمر خلص من الثانوية العامة قدم على رخصة قيادة حصل عليها في بداية الأمر يعني نحن ما نقول كل الشباب مستحترين نقول بعض الشباب فبالتالي تم تغليظ الغرامة المرورية ووضع النقاط المرورية بالنسبة للنقاط المرورية نحن نقولها هاي قواعد إجراءات ضبطية نعم هي تفرض عليه نعطيه نحن كفرصة في السابق 24 نقطة مرورية حاليا نحن نعطيه مجال خلينا ليها 23 نقطة مرورية أنه نقطة مرورية عنده موجودة بإمكانها تنزيل النقاط المرورية التي تكون موجودة عن طريق المعاهد المرورية التي تكون موجودة إذا أنت شخص قائد مركبة ارتكبت مخالفة مرورية واتفحت عندك نقاط مرورية بإمكانك مراجعة دارة المرور نحن ندخل المعاهد التي تكون موجودة عندنا للدراسة تخضع للدراسة للتثقيف المروري وللوعي المروري ومن عندنا الوعي المروري أنا أزلك ثمان نقاط يعني إذا أخذت المحاضرة بنزل النقاط نحن عدد سوابق مرورية تسمى السابق المرورية السابق المرورية كل شخص ارتكب مخالفات تجاوزت النقاط 24 نقطة فبالتالي إذا تجاوزت في خلال سنة 24 نقطة تسمى السابق الأولى تسحب الرخصة المرورية لمدة ثلاثة أشهر وعنده خضوعه للمعهد المروري يأخذ الحصص المرورية ترد له الرخصة في السابق الأولى أما في السابق الثاني إجباري يخضع للدراسة تسحب الرخصة لمدة ستة أشهر هذا في التعديل الجديد في السابق الثالثة تسحب الرخصة لمدة سنة لا الله تسحب الرخصة وإجباري عليه يخضع للدراسة والمعهد المروري للتوعية والتثقيف المروري لكي موجود عندنا فبالتالي كلها إجراءات هدفنا منها شيء واحد زيادة الوعي المروري زيادة التثقيف المروري لتخفيض أعداد الوفيات لجعل الطرق أكثر أمانا على مستوى دولة الإمارات لكي نكون نحن في دولة الإمارات أكثر الطرق أمنة وسلامة على مستوى العالم وإن كان انخفضت هي الحوادث انخفضت الحوادث يوميا نتأكد من الحوادث المرورية يوميا نتأكد من الحوادث التي فيها إصابات أيضا في الإصابات البسيطة بالنسبة للتدهور بالنسبة للوفيات كل هذه نحن نرصدها ونحسبها فبالتالي اللوائح وضعت للحد من هذه الأشياء لجعل الطرق أكثر أمانا وسلامة على مستوى دولة الإمارات وأيضا لكي نحن نسابق فيها العالم رائع النقاط على أثر النقاط المرورية ترحل السنة اللي وراها ولا كل سنة بنقاطها كل سنة بنقاطها أيضا عندنا بعض الأشياء بعض الأشياء التوضيحية بالنسبة للنقاط المرورية أنا شخص خلفت مخالفتين والمخالفتين عليها نقاط مرورية نعم في السابق كنا نضع النقاط المرورية بالنسبة لكل المخالفات حاليا للمخالفة الأشد يعني أكثر نقاط أما النقاط الثانية لا تندرج مخفي مثلا التلوين في السابق كان في حدث حاليا لا يوجد حدث اللهم 1500 درهم في السابق 500 درهم ثلاثين يوم حدث حاليا حدث المركبة تم إلغاءة نعم و 1500 درهم و النقاط المرورية رائع نعم أيضا نركز على شيء عنصر أساسي عندنا نحن بالنسبة للإشارة الضوئية الحمراء و قطع الإشارة الضوئية الحمراء نحن نلاحظها الكاميرات التي تكون موجودة نحن نقولها كاميرات الضبط يعني الضبط على التقاطعات و الميادين التقاطعات و الميادين نفس ما نلاحظها تم تثبيت الكاميرات الحادث الذي يحصل على التقاطعات و الميادين لقطع الإشارة الضوئية الحمراء لابد نحن نقول فيه إصابة من متوسطة إلى بليغة إلى وفا إلى وفا فبالتالي في السابق كانت المخالفة 700 درهم و الحجز المركبة كان عندنا مدة 15 يوم فبالتالي تم تغليطها لأن هذه لابد من تغليط هذه المخالفة غلطت المخالفة 1500 درهم و 30 يوم حجز نعم هذه نحن ننظر فيها لا هذه تؤدي إلى وفاة هناك تسألات سعد الرائد إذا سمحت لي أنه هو بالنسبة للمخالفات القديمة قبل اللوائح الجديدة نحن نقول قبل واحد سبعة طب اللي بعدما دفع مخالفات اللي في شهر 6 و 5 و 4 السابقة مثلا كيف يتم التعامل معها تطبق عليه اللائحة القديمة لا تطبق عليه اللائحة الجديدة نعم السيستم المروري يعني النظام المروري الاتحادي الموجود عدنا يوجد فيه يعني نظامين النظام الجديد هو نظام القديم النظام القديم يطبق عليه بالنسبة لقبل واحد سبعة نحن عدنا يطبق عليه أما من بعد النظام الجديد يطبق عليه والجديدة إذا مثلا تراكمت عليه مبالغ كبيرة هل يتم تقصيدها مثلا ولا يجب تدفعها نحن من قصة المخالفات نعم القرار اللي يطلع من سعادة قائد العام شرطة الشارقة سعادة العميد سيف الزري بالنسبة لتقصيد المخالفات لللوحات الخاصة بإمارة الشارقة فقط نعم بإمكاننا تقصيد المخالفات التي لها مبالغ عالية لكن عندنا عدر التقصيد ننظر للنقاط المرورية أيضا إذا كانت عليها حجز إذا كانت عليها بعض الأشياء في السابق كان يسمح لك بشراء الحجز لأي مبلغ نعم حاليا لا يسمح لك بشراء الحجز إذا تجاوزت قيمة المخالفة زائد مدة الحجز بالنسبة للمركبات الخفيفة مدة الحجز لليوم الواحد مئة درهم فبالتالي نجمع مدة الحجز زائد قيمة المخالفة إذا تجاوزت 3000 درهم تحجز المركبة للمدة المتبقية فبالتالي هذا تغليظ للمخالفة نحن لا نرغب في المال نحن نرغب في حماية أبنائنا وحماية سائقين الموجودين كل شخص موجود على هذه الدولة مستخدم للطريق سوى أنسائق أو راكب جزاكم الله خير طبعا أكيد هذا هو هدفكم نحن ننشك في هذه الأهداف السامية ولذي ارتكب مخالفات مثلا في أمارة بوظبي ولا في إمارات أخرى يطبق عليه قانون الاتحاد المروري قانون المروري الاتحادي لدولة الإمارات الصادر من وزارة الداخلية عندنا قانونين قانون 177 في سنة 2017 اللائحة التنفيذية 178 ل2017 بالنسبة لقواعد الضبط وإجراءات الضبط المروري الاتحادي من أبوظبي لغاية الأفجيرة هناك تعديلات أيضا حصلت على اللائحة الاتحادية العامة بالنسبة لقائدي الشاحنات تم تغليظ المخالفات لأننا نفس ما قلنا نحن تغليظ المخالفات لقائدي المركبات الثقيلة لأن قائدي المركبات الثقيلة لا مباليين نحن نعم على الجزء الأكبر الجزء الأكبر لا مبالي بالنسبة للإطارات عند انفجار إطار من الإطارات التي تكون موجودة بالنسبة لقائدي الشاحنات يعني يحدث عندنا تدهور أغلاق الشارع أغلاق الشارع ليس لمدة ساعة لأن هذه يبالة رافعات الرافعات تأخذ وقت لما ترفع الشاحنة ويبالة حاملات للرافعة حاملات للمركبة الثقيلة لكي تخرجها فبالتالي أنا عطلت الشرطة عطلت السير عطلت الناس مستخدمين طريق طبعا طيب هل قمتم بتوعية للجمهور بهذه المخالفات الجديدة وإذا قمتم بذلك هل قصتم ردود الأفعال ما كيف كانت ردود الأفعال أو لا يعنينا ردود الأفعال لا بد من ردود الأفعال لا بد من ردود الأفعال لأننا شرطة مجتمعية نحن والمجتمع هدفنا واحد هدفنا السلامة وهدفنا الأمن هذا كمستوى من استراتيجية وزارة الداخلية الهدف واحد تم طباعة أمية ألف كتيب على مستوى إمارة الشارقة الكتيب نفس ما نشوفها هذا فيها اللائحة التنفيذية يريد أن توجه إلى الكاميرا وساد عبد الرحمن هذه الكاميرا من فضلك tenor هذا الكتيب بالنسبة لوزارة الداخلية تم طباعته أيضا تم طباعته في إمارة الشارقة أمية ألف كتيب فيه لوائح الجديدة الجديدة كاملة بالعربي باللغة العربي واللغة الإنكليزية بالنقاط و بالنقاط و مخالفات و أيضا و بقواعد إجراءات الضبط باللائحة و قواعد إجراءات الضبط ان eligibility فيها فبالتالي تم طباعتها و كما هي حجز المركبات وبالتالي هذه هي قواعد إجراءات الضبط اللواء هي عبارة عن المخالفات المرورية أيضا تم وضع بعض تم وضع على تم توزيعها أول شيء في بداية على مارة الشارع مستوي مارة الشارجة كهرباء الشارقة الدائرة الاقتصادية البلدية عدنا أي مكان فيه خدمة للمجتمع تم التعامل معهم توزيع الكميات للجمعية حتى أنه وزعته بعد جمعية الشارقة التعاونية وفي الشارقة الأعلام أيضا وزعته أيضا بمكانه النسخ الإلكترونية بعض الأشخاص يقول لك أنا أتوجه للنسخ الإلكترونية لا أقرأ في مواقع التواصل الاستماعي اللينك لا زال لين اليوم موجود موجود عندنا اللينك في إنستجرام الشرطة تويتر الشرطة عندنا في الفيسبوك لشرطة الشارقة موجود أيضا موجود في موقع قيادة العامة لشرطة الشارقة أنقيس نحن نشوف كم دخولا للأشخاص لقراءة هذا الشيء يعني بشكل كبير تم عمل المحاضرات التوعوية لجميع أفراد الشرطة لا بد أن يكون واعي قبل ما يطبق على الخارجي أنا واعي داخلي قبل ما يطبق على الخارجي تم التعامل مع مركبات الإجرة نشكر أيضا مواصلات الشارقة اللي أبدوا تعاون جدا جميل معنا جابونا مجموعة من القائدين المركبات أيضا الشركات بالنسبة للشركات الخاصة التي تكون موجودة أيضا تم توعية عندنا الجاليات تم التعاون مع الجاليات عندنا توعية الجاليات باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية باللغة الأوردو تم عمل برامج توعية بالنسبة للأشخاص هذين نعم إذن التعاونية وصلت والمستحنية العكسية موجودة الحمد لله يعني تقبل الجمهور تقبل الجمهور والحمد لله والتفاعل نعم فيه عندنا انخفاض طبقوا طبق والحمد لله نحن نقول لك دائما القياس يكون ليس على أول شهر نحن نقول نترك الموضوع حاليا إجازة صيفية أغلب الناس خارج الدولة أو غير مستخدمي للطريق في خلال هذه الفترة أو نقول الزحمة خفت عندنا نحن زحمة المرورية قلت فبالتالي التطبيق يعني القياس قياس الأثر نحن نقول بعد ثلاثة أشهر ولازلنا ونشكر المجلس المرور الاتحادي برئاسة سعادة اللوى سيف الزفين اللي لا زال كل أسبوعين يسأل قادة المرور شو العمل شو الوضع شو الأفضل شو النصايح شو النص تقييم المتابعة طبعا يقيم الوضع اللي يكون موضوع يسألوني في غرفة الأخراج سؤال لك يعني هل فصل الصيف في استثناءات في تخفيفات للعقوبات ولا فصل الصيف مثل مثل أي فصل آخر نحن نحن عندنا فصل الصيف وفصل الشتاء نفس الشيء واحد نعم بل بالعكس فصل الصيف يجب أن يكون أكثر تشدد لكمية الفراغ للشباب نحن نقول عندنا تركيز بالنسبة للتركيز اللي يكون موجود بالنسبة للفراغ بالنسبة للدوريات اللي تكون دوريات الإحياء السكنية دوريات الإحياء السكنية دوريات الإسناد اللي تكون متواجدة تكون متواجدة في المناطق السكنية تكون متواجدة في المناطق الحيوية التجارية فبالتالي ضبط الطرق وجعل الطرق أكثر أمانا يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله دائما بيد من حديد من أجل سلامة طبعا السائقين نحن نقول يدا بيد لمجتمع أفضل وواعي مروريا وثقافيا شكرا جزيلا لك سعادة رائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعي والألام المروري في شرطة الشارقة شكرا شكرا إذن مشاهدين كرام تأكيدا على تعزيز التبادل الثقافي طبعا بين الإمارات وكوريا سوف نقشه بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة